موسيقى ازاي اكو عاملين ايه يا رب تكون كل حاجة بخير وعالي العال وفل فل وميت فل واربعة عشر بص انا قاعد عمال افكر كده وانا داخل الهوى بما ان احنا اتكلم دلوقتي على الازمة الاقتصادية الضاربة وما الى ذلك انا عندي احساس ماه والله بكلمك بجد يعني هقولك الاحساس ده بعد شوية لكن ما ابني على ايه تعالى ناخد الاول البنى القواعد يعني جمهورية مصر العربية يناير عشرين تلاتة وعشرين قصر الاتحادية كان انا بنعمل سيناريو رئيس الجمهورية خط بعضه اتحرك على نيو دالي راح الهند طيب والهند اللي هي عضوة في مجموعة بريكس اللي احنا انضمينا لها وكان استقبال الفاتحين استقبال يليق بمصر ويليق بفخمة الرئيس ووقتها انا وصفته نصا ده او دي اتفاقات الكبار تحالفات او شراكات بالمصطلح الاكثر دقة بتاعة الكبار الدول الكبيرة تاريخيا وحضريا وثقافيا وفي قدرتها على صناعة القرار على الاقل الاقليمي على امتداده طيب وبعدين نفس دات الشهر احنا يناير ده لسه خلصان مبارح الريس راح ازربيجان والريس راح ارمينيا وبعدين باخد بالك وزير الخارجية النصري سافر على موسكو وبعدين الريس جه قعد مع وزير الخارجية الامريكي في القاهرة وبعدين نجد مثلا اجتماع زي النهاردة رئيس الجمهورية وموريتانيا فنقعد عمال بحاول قدر الامكان قدر الاستطاعة ابص انا من النوع انها تعلمت كده من باب الله يرحل خريطة وبعدين الامر مثلا متعلق بالقاهرة بمصر فنقعد نرسم خطوط خط القاهرة كذا القاهرة كذا وبعدين نرتب التواريخ وبناء عليها كان ابويا يقول انه اسق التحليل السياسي سهل لو انت حطيت المعطيات في اماكنها السليمة فكان يعمل ايه بقى ادي الخطوط وبعدين ادي التواريخ طيب والخطوط والتواريخ دي مبنية على ايه هل في اتفاقات مسبقة طب هل في اتفاقات جديدة هل في معاهدات هل في ملفات مشتركة طب وايه طبيعة المناقشات وحاجات زي كده وكان ابويا الله يرحمه يسمع الراديو وبالذات الراديوهات الاجنبية بكسافة مخيفة ما احبش تلفزيون كان ابو امقى والله فشأل عليها القدير ان ابنه يطلع مزيع تلفزيون فالمهم بقى ايه فانا اتعلمت منه ده بالمناسبة فكرة الخريطة بالاماكن ومد الخطوط والتواريخ وان انت تقعد تراجع المعاهدات السابقة والانتفاقات الجديدة وبعدين تبدأ تشوفهم مبرة بيقولوا ايه الاول قبل ما تشوف جوه احنا بنقول ايه ده خطابنا طب ما تيجي نسمع الخطاب بتاع الاخر بيتكلم عنك بيقول ايه وهكذا الاحساس اللي عندي هو فيه امر مهم كبير بيتعمله اعادة ترتيب وبتقود القاهرة خد بالك ازربيجان ارمينيا مثلا يعني موسكو روسيا الاتحادية الله نيو دالهي بريكس وقبلها كنا عندنا يدوب الاعلان الشهير بتاع روسيا باعتماد العملة المصرية في البنوك الروسية والعكس صحيح الله 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 وعندنا ما اقول لست وعندنا زي ما كنت بقولك وبعدين الرئيس يرجع من ارمينيا فييجي على طول يجلس في اجتماع مع وزير الخارجية الامريكي مع تصريحاته طيب وزير الخارجية الامريكي يأتي الى القاهرة ومن القاهرة الى الاراضي المحتلة طب ما راحش حتة تانية كل واحد من حقه يحلم بالمناسبة وكل الاحلام اللي بتصب في صالح الامم او ان انا احلم لصالح امتي او شعبي او دولتي دي كلها احلام مشروع جدا صحيح بعضنا يقول ان منهم خلي حلمك على قدك طب وعلى قدك ده اللي هو قد ايه ما برضو على قدك ده بيبقى لازم يكون لها خلفية يعني مثلا اجا اقول ايه انا حلمي ان انا ابقى رائد فضاء يوسف هيبقى رائد فضاء قوعده 48 سنة ازاي يعني مش منطق فعلى رأي محمد مونير قبل ما تحلم فوق وفكر بقى في الحقيق طيب فانا جمهورية مصر العربية سواء اذا كان حتى هي جمهورية مصر العربية او زمان حتى المملكة المصرية او السلطنة المصرية او القدوية المصرية مصر تاريخيا احلامها السماء تقدر تاريخ عندها تاريخ بيقول كده عندها تراكم الخبرات السياسية والعسكرية وعندها تراكم العلاقات اللي تدلها المرونة بتاعت انا قدر على التحرك في اوسع نطاق لأي دائرة حيوية ان اردت هضرب لك مثل بسيط للأسف لفترة من الفترات راحت مننا افريقيا صح من 14 ل 18 تم استعادة افريقيا القارة بالكامل للدائرة الحيوية النصرية اربع سنين استعدت قرة مش دولة ليه؟ لقوا بالمناسبة دا من غير فلوس انت استعدتها علشان انت مصر فاهمت؟ يعني ما روحتش مثلا احاول اعمل شكل من اشكال العلاقة بان انا ادلهم فلوس مثلا ولا اعمل لهم كذا ولا مصر باسمها فقط باسمها فقط لا بتاريخها برضو الله فهنا لما تيجي تشوف انه بلينكين جاي القاهرة ومن القاهرة يذهب للأرض المحتلة هو لا يرى في اي احد على الاطلاق مع الحب والاحترام والتأدير وكل المشاعر الطيبة في اي احد على الاطلاق انه لديه قدرة حقيقية على المساعدة في ايجاد حل حقيقي وجذري للصراع العربي الصهيوني في المنطقة ما هو لو كان الامر غير كده كان بلينكين راح حتة تاني اي حتة بس ما راحش هنا طيب زي بالزبط كده لما بتيجي تعين مثلا عارف ان تيجي اقول لك واسا عن نوعين الحدود الاقتصادية بتاعتنا في البحر فبتتعمل حاجة اسمها تعيين نقاط الاساس وتحددها الاول وبناء عليها بتقدر تقول الحتة دي تابعنا الحتة دي مش تابعنا الاخ الاخ بلينكين في القاهرة مع رئيس مصر حددوا نقاط الاساس اللي بناء عليها هيتبني حل قريب او متوسط او بعيد الا انه نقاط الاساس تعين في مصر حد فاهم ولا مش فاهم بها برضو مش اي واحد يصحى من النوم يعني لسبب او الاخر اعتبر نفسه يعني صيع سياسة مش كده ليه هنسعى والله تركم الخبرات دي ما بيجيش بالسهل خالص يعني المؤسسات الكبيرة اللي بتدور البلد دي ما هياش ولدت النهاردة ولا السنة اللي فاتت ولا من عشر سنين ولا من سبعين ولا من ثمانين سنة انت بتتكلم انت بتتكلم على مؤسسات عمليا وواقعيا وبعيدا عن اي هزار وبعيدا عن اي تحيز لي او لنفسي كواحد من هذا الشعب وهذه الامة الاعظم بالمناسبة انت بقى لك اكتر من ستة سبعة تلاف سنة بمؤسسة عسكرية ومؤسسة ديبلوماسية لان انت البلد الوحيد في الدنيا اللي عمرها كده على نفس دات الحدود فلانك انت دولة عمرها اكتر من ستة سبعة تلاف سنة فطبيعي ان انت في عندك تراكم الخبرات بتاع المؤسستين دول لهذا اقولك ايه اه دي النقط اللي انا بنت عليها مجرد احساس انا اللي جاي اقولك انا اوعى اللي بيحلل السياسة واوعى اللي جاي بيديه من ديله اطلاقا مجرد احساس هناك امر شديد الاهمية وعلى اكثر من صعيد وفي اكثر من ملف موجود في زهن رئيس الجمهورية وبيترتب له لعل تلاتة وعشرين تجلب علينا كل خير بس كده ده اللي انا كنت عايز افطفض مع حضرتك فيه بكلمتين زي ما اقول ونحاول ان احنا بنعمل زي ما يطلق عليه كده الناس بالترجمة العربية ويقولك العصف الزهني اللي هو البرينستورمينج احنا بنفكر مع بعض بنفتح مدارك بعض طب تعالى ناخد بعضنا على الصعيد الاقتصادي بقى اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري موافقة المجلس مجلس الوزراء على منح اربع رخص ذهبية جديدة الله هو كان فيه رخص ذهبية حصلت قبل كده يوسف دا يدوب كانوا لسه بيعلنوا عنها من كام شهر يعني فاتوا في منتصف سنة عشرين اتنين وعشرين يعني كل حاجة اه يا فندم دا تم منحة تسعة رخص ذهبية قبل كده وقادي اربعة جداد يبقى الاجمالي تلتاشر رخصة ذهبية لمشروعات خلال الفترة الماضية طب هو يعني ايه بس حكاية رخصة ذهبية دي عايز تقول ايه من وراء القصة دي يا يوسف اقول لك حاجة لطيفة خالص اللي خد الرخصة الذهبية لما تيجي ترجع لمحددات الرخصة هتجد ان كلها لازم تبقى مشروعات في اطار معين في قطاعات محددة باحجام كبيرة ضخمة او عملاقة اذا صح التعبير طيب هو لما تيجي ناس تقول احنا عايزين نقدم لهذه الرخصة دا معناه ايه ما هو دا معناه انه هناك ثقة حقيقية في قدرة الاقتصاد المصري على انه مش بس يستوعب هذه المشروعات انه يوجد هناك مستقبل ذهبي برضو على حس الرخصة الذهبية لهذه المشروعات لهذه الاستثمارات تحديدا فال13 كيان اللي جمخدوا الرخصة الذهبية بيقولوا ويبصموا وينظرون بابتسامة ساخرة لكل من فقد ثقته في الاقتصاد المصري داخلا او خارجا انه ظنك غلط دي تصورات خائبة يا جماعة طيب تعالي ناخد معنا بقى في هذا الموضوع تحديدا كاتبنا الصحف الكبير استاذ اكرم الاصاص رئيس تحرير اليوم السابع اهلا 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 استاذ اكرم اهلا بيك اهلا بيك مساءل فل عليك طمنا كده على موضوع الرخصة الذهبية استاذ اكرم وفهمني اكتر هو طبعا الرخصة الذهبية احنا عارسين انه ان ده نوع من عندنا اجراءات تعجيل الرخص بالنسبة لاستثمارات والشباك الواحد والسرعة الرخصة الزهبية بتخلص كل الإجراءات بما فيها ترخيص الأرض والمرافق وكل حاجة في خطوات سريعة وهذه الرخصة أظن رئيس الوزراء قال أنه في 20 أو 30 حد خدهم وكان الرئيس توجه بإلبه كل اللي يتقدم به وخلال ثلاث شهور يحصل عليه فدي معناها أنه اختصار للوقت والإجراءات بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت أعتقد أنه الرئيس بنفسه يقف حراء هذا الأمر والحكومة وأظن المحافظين كمان والمحافظات هيأخذوا نفس الخط ده ونأمن أنهما يتحركوا بنفس الطريقة حيث أنه النهاردة الأزمة العالمية والاقتصاد كله لا بديل إلا الإنتاج التصدير العمل المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة وأظن أنه كلنا عارفين أنه في تفاصيل كثيرة جدا وممكن هذه الإجراءات أهميةها نتقفز على هذه التفاصيل إذا كان فيه إجراءات وإذا كان فيه تعطيل أنه كان فيه أكثر من جهة النهاردة بقت الرخصة زيادة دي بتمثل فيه أركود وبتمثل مع كل الجهات ممثلة فيها وبالتالي أنه يبقى العشرين مشوار أو الثلاثين مشوار أو الشهور اللي كان بيستغرسها بتنتهي فيه يوم أو أيام دي بحد ذاتها دي بغاية الأهمية لأنها نأمن أنها تعمل بشكل كبير وأظن الحكومة النهاردة بتنفس تعليمات الرئيس في هذا الأمر بشكل واضح وبتتحرك في هذا الأمر الرخصة معناها الرخصة زيادة معناها كيف تبقى التباصيل يتم اختصارها فيه شباك واحد أو مكان واحد وده بالمناسبة موضوع مطروح منذ عقود تنفيذه بهذا الشكل أعتقد أنه فيه خطوة مهمة والرئيس دايماً بتتلم على الفطاع الخاص وإحنا النهاردة الفطاع الخاص أو مبادرات زي إبداء أو مبادرات زي المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو متناهة الصغر كل دي كرس مهمة جداً أعتقد أنه أصبح فيه إدراك من المجتمع ومن الدولة ومن الحكومة بأنه هذا هو الحل الوحيد لأننا نضاعف الإنكاب ونضاعف التصدير والنهاردة وصلنا الرقم التصدير معقول جداً ما ظنه سيتضاعف في هذه الفترة اللي جاء كل ده نتاج نتاج أنه نفيه تصميع للإجراءات لأنه النهاردة التصدير بيدي عوائد بيقلل الأمر صعبة بيحل بيوفر فرص عمل الرقصة الزهدية دي معناها فرص عمل معناها صناعة معناها حركة دوران عجلة بشكل كبير مع تأكيد على أنه ده إدراكه من قبل موضوع حرب روسيا وأوكرانيا لكن تأكد الآن أنه كل دولة بتتخذ سياقاتها واتجاهاتها بشكل عام وأظن أنه على مدى الفترات اللي فاتت كان الرئيس في جولة في الهند في أوراسيا في أزيجان وأرمينيا وغيره كان فيه كلام لفرص موجودة منطقة قصادية في قناة السويس كل ده استلزم أنه يبقى فيه تعجيل في الإجراءات وسرعة وإنهاء لفكرة البيروقراطية يبقى شبابيك واحدة وبالرسوم واحدة ويبقى أمور محددة ما فيش حاجة تحت الترابيزة كل دي يعني أعتقد خطوات مهمة جدا لأنه كل حد يشتغل بشكل واضح هو مجلس الوزراء فتح الباب لأنه لو في حد عنده شكاوى عنده استفسارات عنده استفهمات يبقى مطروحة فده في حد ذاته يبقى مهمة طيب هنا بوضع سيد أكرم يعني ممكن يجي في بالي أنه الرخص الذهبية ومنحها تبقى للكتايب اللي صدر من هيئة الاستثمار وحتى موجود أونلاين يعني وأنا كنت قريته مؤخرا أو قريته أجزاء منه مؤخرا نوعيات القطاعات الاقتصادية اللي بتخول لصاحبها أن يحصل على أو تمكن صاحبها من الحصول على الرخصة الذهبية وحجم هذه المشروعات ده يعكس حجم موثوقية ومصداقية أكبر للاقتصاد المصري وللإجراءات الاقتصادية المصرية بالتأكيد لأنه القطاعات اللي بتروحها أولا هي القطاعات الانتاجية القطاعات اللي لها انتاج محل مبديل لمستورة هيبقى في تطبيق لقواعد الجودة وغيره هيوفر قرص عمل بديلا عندها الصناعة المصرية أو أي مشروع في مصر عنده ثلاث فوايد مزدوجة يعني مش فايدة واحدة فايدة أنه بيوفر قرص عمل فايدة أنه بيعمل عوايد أنه بيقدم منتج محلي تفضيل المنتج المحلي تابعا لي بتوصيات المؤتمر للإرساد وبالتالي فيبقى هذا التفضيل بنعم على الجودة فإحنا بنتكلم على صناعات على حاجات إحنا بتتفوق فيها زي النسيج زي طعب قطع الغيار زي صناعات الأدوية زي صناعات جلود زي كل دي أعتقد أن نحن عندنا قاعدة إنتاجية منها صناعات الغذائية أعتقد كل ده مهم تعبئة وتغليف للتصدير كل دي قطعات أظن مفتوحة ومتاحة ومتناسبة مع خرائط النهاردة بقى فيه محاولة لرسم خريفة التصديرية لأن كل محافظة لها الميزات السكانية وميزات حصوبية ربما بعضها الصناعات غير الملوسة صناعات الألبان صناعات مرتبطة بالمنتج الموجود أو صناعات مرتبطة بخامات معاناة زي الجنود ومع شبكة المواصلات الموجودة أصبح صدر في التواصل الأدوات الإنتاج والمواد الخام وكل الدولة المصرية بتقدم ده بشكل واحد طيب ده بما أن احنا بمتكلم على مسألة الوضعية الاقتصادية المصرية وعلى قطع بالاقتصاد العالمي أنا كنت حتى مبارح كنت بقول أنه من وقت ما الرئيس تحدث فيه احتفالات عيد الشرطة من داخل أكاديمية الشرطة تحديدا واتكلم على إزاي وشرح بمنتهى البساطة والسهولة واليسر يعني إعلاقة الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي وأنه الأزمة تعمى على الجميع وأنه لا داعي للخوف على الإطلاق لأنه الدولة بصدد خلق حلول بالفعل من وقتها وإعلام الإخوان وأشباه والمتحالفين معاه بيحاولوا يروجوا للعكس بمنتهى الضراوة والكسافة وأنه لأ والعالم زي الفل حلو طيب النهاردة رئيس المجلس الاحتياطي للفدرالي الأمريكي عامل مؤتمر صحفي بيتكلم فيه بمنتهى الجلاء والوضوح على طباط غير مسبوق في الاقتصاد الأمريكي ده صحيح طيب مش بس كده يعني لو لا نظرة على العالم كله النهاردة الموضوع كله على فكرة أولا إنكار أزمة ده مش موجود إن إحنا بس اللي موجودين أو إن المشروعات كانت السبب أو ده ده كل ده كلام أي حد بسيط لخريطة العالم عارف إنه ده مش صحيح في أزمة عالمية كبيرة جدا زي ما أنت أشرت النهاردة في مؤتمر دلوقتي لو حد بيتامعه حالة نيجي على فكرة البنك الفيدرالي والفايدة ولو أنت شفت نعكسات ده فيه بنوك كثيرة جدا عربية وأوروبية رفعت الفايدة أو غيرتها فكرة التباط وفكرة التضخم الموجود والأسعار كل هذه الحلول الحقيقة هي حلول مطروحة بشكل كبير لتخطي هذه الأزمة الهدف الرئيسي الحل الأساسي حتى تتوقف هذه الحرب فترة عدم اليقين اللي حصل في العالم بوصف الرئيس الفرنسي كل دول العالم بتعالي النهاردة بريطانيا بتعيد النظر في موضوع البركزيت والخروج وقال كنا غلطانون ولا لا وقال كورونا كانت السبب ولا لا بنك الفيدرالي وإستطاعات الأسعار المختلفة فبالتالي كل ده يشيل لنفس الفكرة بالضبط إنه محدش يقدر ينكر الأسمة مش عاوزين تهويل ولا تهويل عاوزين نتعامل بواقعية لا بديل إلا الإنتاب والمنتج المحلي وغيره كل دي يعني أضايا أعتقد أي حد بيتابع عارف ده صحيح أنا بشكرك جدا 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 أستاذ أكرم القصاص كتبنا الصحف الكبير ورئيس تحرير اليوم السابع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ده بين قصين كده ده الأستاذ حسن عبدالله بتاعه حلو كده عشان بس تبقى فاهم يعني حسن عبدالله هذا الرجل المحترم هو المسؤول عن البنك المركزي عندنا الأخ اللي عمل المؤتمر الصحفي دلوقتي ده هو المسؤول عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بما إنه كل الناس يعني بقوا ما شاء الله متابعين أسعار الفايدة في الفيدرالي الأمريكي وهيرفع إمتى ومش هيرفع إمتى وتواريخ الرفع وتواريخ الخفض والتثبيت وكل الكلام ده مش أنت غوي فيدرالي طب ما تفتح المؤتمر الصحفي بتاع الفيدرالي الأمريكي ولا هنسيب بعد كل ده ونروح نتفرج برضو على الوادي التافي محمد نصر وأشباه يعني تفرج على المؤتمر لا كلامي ولا كلام زميلي ولا كلام الإخوان ولا كلام ألاضيش الإخوان اتفرج على المؤتمر الصحفي اللي عملوا اللي عملوا دلوقتي حالا رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهو يتحدث بمنتهى المباشرة عن أن الأزمة أكبر بكتير من تصورات الكل وأنه أكبر معدل تباطؤ شهدته أمريكا من سنين طويلة في الاقتصاد وانخفاض شديد على الطلب على العمالة يعني عندما يكون الاقتصاد فيه شكل من أشكال الانتعاش فبيحصل طلب على العمالة عايزين الناس تشتغل طب ولم يحصل تباطؤ في الاقتصاد تبقى بش عايزين الناس طبعا هنا أنه قوانين العمل في أمريكا صعبة جدا جدا من أصعب أنه يحصل مجد تسريح كبيرة للعمال هناك ولو ما حصلش تسريح عمليا هو مش عاوز تاني بيوقف ده شيء مخيف أنت بتتكلم على أكبر وأقوى اقتصاد على العالم الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب عديدة منها أنها اقتصاد الدولة القارة يعني إيه أمريكا محيطين فأنت عندك سواحل تخض نهينا عن أنه من جوه بقى صحرة يعني اقتصاد صحرة وبترول ومش موجود بترول وغاز في المحيطات موجود دهب موجود معادن ما هي قارة معادن بكل أشكالها وأنواعها في حركة التعديل موجودة وبالتالي ده كان بيسهل جدا نمو الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية فنمت الصناعة طبعا الله مش بس كده المناخات المختلفة اللي موجودة نتيجة إنها الدولة القارة فأنت تجد من أقصى الشمال تجمد إلى أقصى الجنوب على الحدود بقى مع المكسيكو ودول أمريكا الوسطى وكريم تتكلم على مناخ أقرب للأسطوائي حر شديد مصايف مصايف يعني فعنده هنا حاصلاته وعنده هنا حاصلاته وفي المناطق الصحراوية عنده منتجاته وفي المناطق الصحلية عنده منتجاته عنده شتى أنواع الصناعات بيصنع أي حاجة وبيزرع أي حاجة وبيربي أي حاجة طيب مش بس كده تتكلم على أكتر من 300 مليون بني آدم عايشين هناك بيكلوا وبيشربوا وبالتالي في حركة مستمرة شديدة الدنياميكية لدورات رأس المال أمريكا لو ما صدرتش ما يحصل لهاش حاجة انت متصور بقى إلى أي مدى مش لو ما صدرتش قوي يعني بس ما يحصل لهاش حاجة كون أنه أمريكا تقول أن الوضع الاقتصادي شديد الصعوبة ويطلع رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يقول أعلى معدل تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي انخفاض شديد في الطلب على العمالة لأ ده أنت تقلق تقلق جدا مش بس علشان أقولك مش قولك الكاملة أصل الأزمة الاقتصادية على ما لأ أنت بجد تقلق لأنه لو حصل شكلي من أشكال الانهيارات في الاقتصاد الأمريكي ده معناها أن الأزمة تبقى أصعب أسخم يعني لما تهز الاقتصاد الأمريكي من غير حروب في 2008 اتهز أظن في بعضنا فاكر ناس اللي زي حالاتنا يعني اللي كنا كبار وقتها فاكرين الشباب اللي موجود دلوقتي ممكن يكون قرأ أو سمع إلى آخره فالأزمة الاقتصادية أزمة العقارات وشركات التأمين أزمة الرهد العقاري وشركات التأمين في أمريكا في 2008 قلبت العالم ولا حرب ولا حبوب ولا بترول ولا حاجة بتتكلم تاني على أكبر وأقوى اقتصاد في العالم فأي هزات كبيرة بتحصل فيه لازم تأثر فأنت لك أن تتصور أزمة زي أزمة روسيا وأوكرانيا ودينا شايفين الشد والجاز بعمل إزاي وأوكرانيا جلها 146 دبابة وبتتفاوض على طيارات وحدوتها والروس مصممين إنه لأ إحنا مكملين في الطريق بتاعنا زي ما هو والله كل دا كوم ولو تهزي الاقتصاد الأمريكي هزة تقيلة تقيلة زي هزة 2008 يا ده يا دقي ده عصر ظلام أنا واحد من الناس أقول لك والنبي يا رب انقذ الاقتصاد الأمريكي مش عاوزين أكتر من كده عارف عبد السلام إنه مولسي بس كفاية أنت متصور؟ طيب بالمناسبة أنت عارف إنه وقتها برضو عشان اللبان اللي بيستخدم من وقت للتاني ويلوكه البعض في أفواهه يعني وما بين الفكين أمريكا في 2008 مع الأزمة الاقتصادية الكبرى اللي عانت منها وقتها يعني الدولة تبتتكلم هنا بقى على إيه؟ على الاقتصاد الأمريكي اللي هو اقتصاد الرأس ملال متوحشة اللي ما بتشوفش قدامها بني قدمين اللي هو ممكن يصحى من النوم يرفض أي حد عادي وما لوش حقوق ويروح يبكي في الاتحادات والنقابات ومكاتب العمل وبتاع يلا انهيار وول ستريت حاجة يعني كدت مأساة الدولة تدخلت بمنتهى الصرعة لإنقاذ مثلا صناعة السيارات في ميتشجن قلعة صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية دي القلعة بتاعته كل المركات الأمريكية دي تتصنع هناك فتزهق كلها لأنه في بعض الحاجات بتتعدل أو بيتم تصنعها ما بين ألباما وما بين كاليفونيا بس دي بتبقى مركات في الغالب أوروبية باستثناء تاسلا يعني لأنه تاسلا مركة أمريكانية يعني وبتصنع في حتة تانية خالص المهم فتدخلت الدولة بنفسها الاقتصاد الرأس مالي مارس شكل من أشكال التدخل الاشتراكي لا اشتراكي مين؟ ده مارس شكل من أشكال التدخل الشيوعي في الاقتصاد عشان ينقذ قلاع صناعة العربيات بالولايات المتحدة الأمريكية بس كده لا ده تدخل بالنقد المباشر لإنقاذ الأسر من التحرجات المالية فيطلع لي مش عارف إيه يقولك أصلا كفانة الدول في الأزمات بتستغيث أو الشعوب في الأزمات بتستغيث بالدولة اقتصادات لما بيحصل فيها مشاكل بيجروا يروحوا للدولة الحقونا أبوس إيدك شاركني ده بجد مش ظهر ده ده اللي بيجرى في الأزمات ونحن نطالب في الأزمات بالعكس أنا ما فهمش أكتر من الدولة لكن كل اللي قدر أقوله تاني إنه هو ده اللي جرى طول الوقت عايز واحد يصححني يعني هو ده جرى قبل كده في أمريكا في 2008 طب وجرى قبل كده برضو في أمريكا 28-29 برضو في الولايات المتحدة الأمريكية تاني اللي هو زي بقولك الرأس المالية المتوحشة التي لا تعرف الرحمة مصصين دماء هناك الله وحصل قبل كده في إنجلترا أيوة حصل قبل كده في فرنسا أيوة هو طول اللوقت ده اللي بيجرى أنا معرفش بيطلعوننا بالأفكار العجيبة دي منين على كل عقلك في راسك تعرف خلاصك فاصل ونكمل الكلام إزاي حضراتكم؟ عاملين إيه كله تمام؟ بالمناسبة أنا من النقل بس ما تستغربش أنا أتكلم بجد والله العظيم أنا عجبني فعلا جدا النشاط اللي عاملها وزارة الداخلية بخصوص الزيارات المستمرة لمركز الإصلاح والتأهيل في ودي النطرون وغيره من المراكز بالمناسبة عدبك في إيه يوسف أقول لك لازم لازم المجتمع يشوف بنفسه التغيير اللي بيحصل في مصر على اختلاف مستوياته يعني نحن مش بنتكلم في أنه يبقى فيه تغيير فيه بس فيه طريقة ونمط وشكل إدارة الحكم في البلاد تغيير فيه أشكال القوانين تغيير يحصل فيه البناء الدستوري المصري من سنة 2014 تغيير يحصل فيه الأنماط الاقتصادية داخل مصر إلى تغيير فيه مسألة إعادة توزيع السكان وبناء مجتمعات عمرانية أكثر اتساعاً أكثر حداثة شديدة التطور تتوكب مع التطور المعماري والحضري اللي بيتعامل في العالم كله مسألة مش بس كده المسألة أنه لازم نتذكر ونتأكد ونشوف ونقرأ بالراحة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإنت بتقراها لازم تبص يا ترى يا هل ترى هل هي مجرد أوراق ولا هل هي بتطبق بالفعل أنا ممكن أستشهد ببلينكين هو بيتكلم على أنه والله مصر واخد خطوات كبيرة ومهمة جداً في مسألة حقوق الإنسان ده على سبيل المثال وممكن أستشهد بعنين ناس كتير وده بقى اللي بقولك عليه إزاي الداخلية بتاخد شخصيات كتيرة جداً برلمانيين رياضيين فنانين إعلاميين صحفيين حقوقيين من مصر ومن برا مصر لشانا عارف في ناس تحب قوي كلمة برا مصر دي وإنك فين الأجانب هو يشوف الأجنب يستريع معرفش ليه يعني بس تمام تعالى روح اتفرج أنا من الناس سعيدة الحظ اللي كان ليه حظ جايت جداً إنه كنت واحد من ضمن مجموعة رائعة جداً يعني أفاضل من البرلمانيين والسياسيين والصحفيين في أول زيارة للمركز التأهيل والإصلاح فواني النطرون وأنا أتذكر كويس جداً وقتها قلت إن أنا فعلاً انبهرت بكل حاجة شفتها انبهرت أنا شفت سجون كتير زمان أنا ما كنتش أتصور أبداً أبداً إن إحنا يبقى فيه عندنا مكان بهذا الشكل واخد بالك أنا قلت لك إيه أنا شفت سجون زمان ولما جيت كملت قلت لك مكان لأنه المفهوم الكلاسيكي العطيق المعتم المظلم المقبض بتاع السجن ده انت لم يبقى منه إلا تقييد الحرية فقط لغير وتقييد الحرية أمر شديد الصعوبة فيش حد في الدنيا يقولك إن تقييد الحرية ده حاجة بسيطة ولا سهلة ربنا ما يكتبها على حد أبداً شيء سقيل جداً لكن وهنا خليني برضو أقدمسلك من كلمة فخامة الرئيس لما قال مش المفروض البني آدم يتعاقب مرتين مرة تقييد حرية ومرة إنه يبقى قاعد في مكان غير لائق والله العظيم أنا بقعد أفكر في الجملة دي وأعد أسأل هي جات على بالك من يندي يا فاندن يعني محدش خالص يعني مش هقولك بقى من 52 محدش خالص أبداً أبداً فكر في كده في بلدنا أبداً إنه المكان بتاع تقييد الحرية لازم يبقى لائق لائق يعني يعني يبقى إنساني فاللي هيزور وهيشوف وأتمنى أن تبقى مجرد زيارة للمشاهدة وللاطلاع وللمتابعة وما إلى ذلك مش رايح تزور حد نزيل حزيز عليك يعني لا أتمنى على الإطلاق ولا أنك انت تبقى أنت الزائر المقيم يعني مجرد تبقى الزيارة الخطفة دي بتاعتليها نص يوم متراوحة أنت هتشوف فعلاً مش بس مكان لائق هو مكان حقيقي محترم حقيقي نظيف حقيقي منظم حقيقي مجهز بكل وأحدث الأجهزة اللازمة أو الاستعدادات اللازمة أنه البني آدم يقدر في الفترة اللي بينفذ فيها العقوبة بتاعته المقيدة للحرية أنه تخفف أو تقلل شيء من الاستياء شيء من الوجع والألم أنه يبقى بعد الشر إذا كان أثناء الفترة دي تعب مستشفى والله 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 على رأي أهلين أولاد البلد ولا بنحمدي على العناية مستشفى زيها زي أدخن مستشفى استثماري في مصر بأجهزتها بسريرها بتجهزتها بدكترتها بأطقومها الطبية إلى آخره مبخ محترم ونضيف عليه الإيماء وهكذا الأجود في الموضوع واللي أنا دايماً بقوله واللي دايماً أنا عارف أنه دي حاجة بتنغز الإخوان في الداخل لا مش الإخوان في الداخل يعني في مصر في داخلهم يعني هم نفسو توجعوا يعني أنه مقيد الحرية ده هذا النزيل هو بيشتغل جوه بتجي تقولي تبغى طول عمرهم بيشتغل لأ لا هو بيقطعش حجر ما بيكسطرش في الجبل هو بيشتغل بيشتغل يعني والله فلان الفلاني بيشتغل كهربائي فلان فلاني بيشتغل أه فني صحي وفلان فلاني بيشتغل ترزي وفلان الفلاني بيشتغل شغل وده مزارع وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا طيب واللي ما عندوش فكرة عن أي صنعة أو مهنة جوه بيعلموه بيعلموه يا يوسف بيعلموه يا فندم لها سألت يا فندم بتعلموه بليه قال لي علشان احنا عايزين بعد كده لما الراجل ده يخرج للمجتمع يستطيع انه يبقى مندمج مع هذا المجتمع لكن هيفضل محبوس يكسر جبل وبعدين يخرج من الحبس يشتغل ايه ما هو ما فيش في ايده صنعة أصلا ما يعرفهاش فانا عايز ويندمج عايز يبقى فيه في ايده صنعة علشان بعد كده ما يضطرش يكسر القانون فيعمل حاجة غلط بداعي انه انا عايز ااكد مراتي وعيالي وامي واخوية واجوز اختي لا في صنعة فانعلمه ايه اللي بيتعلمه جواه والله بيتعلم الحاجات حتى اللي مطلوبة دلوقتي ازاي بيصلح تلفزيون ولا شاشة ويصلح موبايل ويصلح تلفون محمول ويصلح مش عارف ايه بخلاف الحاجات التانية اللي احنا عارفينها دي الزراعة والزاي بيقولك السباكة النجارة اللي 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 طيب وايه كمان هو بيشتغل ويحصل على راتب وبالمناسبة يحصل على دخل جوا المركز زي الدخل اللي ممكن يحصل عليه بر يا كاد يكون هو يعني يا كاد مش هو بس يا كاد يعني احنا بنتكلم في الايه في التلات اربعة تلاف جنيه تقريبا ماشي طبعا في واحد لازم يرده ما يكفوش انا غلطان انا غلطان ما رجعش اغاله من غير فلوس ويكسر جابا الحلو كده طيب بيتعمل ايه بالفلوس دي تقولي يعني هو بيده النزيل فلوس اه بيده النزيل فلوس فيه جزء بيتم الاحتفاظ بيه لصالح النزيل هو بيقرر والله انا اخر الشهر ده والله اشتغلت كذا كذا اتعرف شغل اشتغلت كم ساعة بمعدل انتجية كذا الاخ الاخ فيحصل هنفترض على اربعة تلاف جيه النزيل يقولك الله انا عايز خمسمة يفضل معي عشان الكنتين ماشي مثلا الباقي بالزبط كده الباقي هتعمل فيهم ايه هنحوشهم لسيادتك ده بجد مش تظهر والله نتدخرهم ونوفرهم لسيادتك علشان بعد انت انتهي مدتك تستلم المبلغ ولا نبعته لأهليتك ابعتول أهليتي بيت باعت للأهلية لأ حوشهولي هنا حوشنهولك هنا لأ انا مش هديدك من الشعر بيتا نعزك تشوف التقرير عشان انت بس تبقى شايف بانيك تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة وفي اطار الرعاية المقدمة لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل والتي تتم وفقا لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان أقام قطاع الحماية المجتمعية نهاء مسابقة قرة القدم بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون والتي تنافس فيها عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بحضور الوافد من الحقوقيين والرياضيين والإعلاميين حيث تم تسليم الفائزين الكؤوس والميداليات والجوائز لتحفيزهم لمزيد من العمل على تقويم السلوكيات أنا فخور جداً أنا موجود هنا النهاردة في مركز الإصلاح والتأهيل شفنا حاجة الحقيقة ما شفتهاش في حياتي يعني مستوى معيشي للناس كبير جداً مستوى رائع جداً تمام بالرياضة تمام بأنشطة كتير جداً 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 فأنا مبسوط أن أنت بتحاول نطلع النزيل تشغله يومه بحاجات إن كان رياضية أو فيه ثقافية أو فيه صناعية أو فيه زراعية فدي حاجة كويسة جداً إنك دائماً تخلي النزيل يطلع من عندك عنده إن كان موهبة يناميها في حاجة تانية أو عنده مورد رزق بعد كده يخشه من خلال إن هو يتعلم حاجة هنا إنسان بيتعامل بمنتهى الإنسانية دي حقيقة دواقع عشناه هنا عندكم في ودي النطرون ما بقيتش حتى سجل ده بقى فعلاً إصلاحية لتعديل سلوك الإنسان اللي خرج على النص الإنسان اللي بتقالي في المجتمع إن هو أجرم في حق المجتمع عقب انتهاء المنافسات الرياضية قام الوفد بجولة داخل مركز الإصلاح والتأهيل ودي النطرون للاطلاع على مرافقه المتنوعة وما يقدم من خدمات ورعاية للنزلاء وسبل الإصلاح والتأهيل المطبقة داخله بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة حيث تعد مراكز الإصلاح والتأهيل نقلة نوعية وحضارية في منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية أنا اتفاجئت صراحة يعني اتفاجئت بالله أنا شفته النهاردة في المركز شفت صراحة كبير جداً صراحة يعني أنا لو ما شفتش بعناي عمري ما كنت أسدق ولا كنت أتخيل لكن أنا شفت بعناي أن قد إيه كل حاجة موجودة بالنسبة للنزيل مش للسجين للنزيل وده الإسم اللي احنا بنتمنىه في فترة جالة أنهم أخوتنا وأراهبنا وأصحابنا تحطوا في مواقف أنهم بقوا موجودين في مكان لكن إن شاء الله يخرجوا أحسن من الأول بالل أنا شايفه إن شاء الله يخرجوا أحسن من الأول ويخرجوا ما نشوفهم شناتين إن شاء الله سعداء النهاردة بالزيارة وسعداء النهاردة بالتطور الكبير اللي احنا شفناه داخل المركز الصح والتأهيل الكبير ما بين القديم وما بين الجديد الصورة لازم تتنقل للناس يعني فعلاً فعلاً الوضع فعلاً يستحق أن احنا نقول أنه هو وضع فعلاً يليك حتى لو واحد مسجون لو كان كده بس بيلاقي يعني معاملة قدمية وده المهم هذا المركز يعتبر هو واحد من نقول النماذج المشرفة للدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات العقبية الموضوع أيضاً بيتم توفير كل الخدمات بالنسبة للنزلاء قابلنا النزلاء قابلنا أهالي النزلاء دخلنا في الزيارة بتاعتهم دخلنا شفناهم إن الحياة ماشية كل حاجة بسيستم واضح جداً لا حاجة فعلاً تدعو للفخر هكذا تسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق أعلى وأرقى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في منظومتها العقابية الحديثة المطبقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي جاء إنشاؤها ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة للنزلاء وذويهم وكذا المفرج عنهم إحنا دايماً أنا بتكلم معاكو على معرض الكتاب ودورته اللي 54 وبالمناسبة نهاردة عدت أتصل بكم أصدقاء وزملاء ومعارف علشان أشوفهم هم شايفين معرض الكتاب السناني إزاي خصوصاً بعد حلقة مبارح التي قرأها حلقة مهمة جداً أو الفقرة يعني اللي عملناها في آخر البرنامج فلقيت إن كل الناس بتتكلم فعلاً على معرض الكتاب السناني بمنتهى الإيجابية على كل حاجة سؤال كان على التنظيم على العنوين بتاعت الكتب على كميتها على أسعارها على دور النشر إلى آخره إلا إنه زميل العزيز أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري لديه الكثير مما يرصد هتولي الحسيني مساء الخير مشاهدينا النهاردة هنقول لكم فعاليات اليوم السابع من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب وللشهد زخم كبير جداً كان فيه إقبال كمايري كبير على مستوى الحضور من بداية اليوم في الساعة العشرة صباحاً منذ فتح أبواب المعرض أبوابه للجمهور وحتى الساعات الأخيرة مع أغلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه كان فيه كثير من الندوات الثقافية اللي شاهدها كمان اليوم السابع من فعاليات معرض القاهرة الدولي الكتاب من بين الندوات دي ندوة عن نحن والزكاء الاصطناعي وأيضاً ندوة عن مصر وإندونسيا والعلاقات المتبادلة بالإضافة إلى ندوة تاريخية وثقافية كانت مهمة جداً كانت بعنوان اكتشاف مقبرة توت عن خأمون بالإضافة كمان لندوة عن مستقبل صناعة النشر في الأردن وطبعاً معروف أن الأردن هي ديف شرف دورة الرابع والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب إجمالاً المعرض في اليوم السابع رصدنا فيه إقبال كبير جداً من أعمار سنية مختلفة سواء من الشباب أو من الفتيات وكان فيه كمان حضور مميز جداً للفتاة والفتيات هنا في اليوم السابع لمعرض القاهرة الدولي الكتاب واللي كانوا حرصين كمان على شراء الكتب والروايات سواء فيه روايات رومانسية أو روايات الخيال العلمي كمان رصدنا في اليوم السابع وبشكل عام في معرض القاهرة الدولي الكتاب إن فيه إقبال كبير جدا من الكاتبات الأدب النساء اللي كان طاغي بشكل كبير على معظم أرفف دور النشر في معرض القارة الدولي للكتاب بالإضافة طبعا اللي إن فيه عروض كبيرة جدا مقدمها دور النشر على مدار أيام معرض القارة الدولي وخاصة الهيئة العامة المصرية للكتاب اللي بتقدم كتب بتوصل أسعارها لخمسة جنيه وكمان فيه أقل من كده بيوصل سعر الكتاب لأثنين جنيه أو ثلاثة جنيه وطبعا ده بيمثل فرصة مهمة جدا لمحبي القراءة واللي بيحبوا يشتروا ويقتنوا كتب وبالتالي فترة المعرض القارة الدولي للكتاب هي فترة مميزة جدا للأهالي وأولياء الأمور لقضاء أجازة نصف العام بالنسبة طبعا لطلبة المدارس وأيضا طلبة الجامعات بالتالي إحنا أمام زخم ومقصد ثقافي كبير جدا بيشهدوا اليوم السابع وطوال أيام فعاليات معرض القارة الدولي الكتاب اللي بيستمر حتى 6 فبراير وبنقلوا ليكم وبنتابعوا معاكم يوم بيوم ولحظة بقى لحظة إزاي تروح معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ معرض القاهرة الدولي للكتاب ينطلق في دورته الـ 54 بأرض المعارض بالتجمع الخامس تم تخصيص سبع خطوط أوتوبيسات لنقل رواد المعرض الخط الأول من ميدان عبد المنعم رياض ثم رمسيس العباسية جامعة الأزهر محور المشير ليصل إلى معرض الكتاب الخط الثاني من دوران شبرى شارع شبرى ميدان أحمد حلمي شارع رمسيس العباسية نادي السكة جامعة الأزهر محور المشير وصولاً لمعرض الكتاب الخط الثالث من النزهة الجديدة ميدان الحجاز، السبع عمرات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل ليصل إلى معرض الكتاب الخط الرابع من ميدان المطرية، الحلمية، كلية البنات، عين شمس، ميدان هشام بركات، الحي السابع، حي السفرات، ثم معرض الكتاب الخط الخامس من ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، القصر العيني، السيدة عائشة، الأوتوستراد، جامعة الأزهر، وصولاً لمعرض الكتاب الخط السادس من سقر قريش، المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير ليصل إلى معرض الكتاب الخط السابع من سراي القبة، روكسي، السبع عمرات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، ثم محور المشير وصولاً لمعرض الكتاب بالتجمع الخامس مترو الأنفاق، التوجه إلى محطة الشهداء بالخط الثاني لمترو الأنفاق أو محطة مترو كبر الأوبة واستقلال الأوتوبيسات المخصصة لمعرض الكتاب خطوط السيرفيس من مواقف عبد المنعم رياض، أحمد حلمي، السلام، السيدة عائشة بتعريفة ستة جنيهات ومن موقف تشكا بحلوان بتعريفة ثمانية جنيهات بالسيارة، قم بضبط اللوكيشن على أرض المعارض بالتجمع الخامس زي حضراتكم عاملين إيه كله تمام؟ بقى المجيع اللي زي حالاتي لما يسعد يجيلوا فقرتين ثقافيتين في أسبوع واحد ولما يسعد أكتر يبقى مرح بيتكلم عن الشعر باعتباره اللون الأدبي المظلوم بين الرواية والقصة القصيرة فتبقى فقرته النهاردة كمان فيها شاعر كبير وناقد أدبي كبير وهو الأستاذ جرجس شكري أمين عامل نشر بهيئة أصول الثقافة إزاي حضرتك؟ أهلاً فهلاً إيه الأخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله تعالى الأول هنبدأ قبل معرض الكتاب بالتحديد وإزاي الهيئة طرحة مجموعة كبيرة من السلاسل والأعمال وأسعارها كويسة وأنا حتى كنت بقول قبل الفقر على طول أنا كلمت كم أصدقاء راحوا المعرض كله فرحان فرحة والله بتكلم بجد لكن أنا هاخد بعضي وأطلع على جزء من حلقة مبارح وأنا بتكلم على الشعر كلون أدبي عظيم مظلوم طول الوقت بين الرواية وما بين القصة القصيرة فكل اللونين يتنازعان على العرش والشعر يبقى يعني إيه اللي هو مش واخد حقه مع إنه مفترض ياخد حقه تلت وامتلت أكتر من كده ليه؟ لا هي نحن يعني بنعيش لحظة تاريخية يعني هي فرضت تراجع إلى حد ما ليس فقط في الشعر إنما في الكتابة أو الأدب لصالح الصورة ولصالح مفردات أخرى جديدة حضرتك بتقول ممكن يبقى الشعر مثلا مظلوم أو متراجع في يعني ممكن فيه أماكن أخرى مثلا في أوروبا هذا غير يعني موجود يعني لا فيه تواجد قوي جدا مثلا للشعر فيه ندوات في مدن صغيرة يعني وليس فقط مدن كبرى أو عواصم كبرى فيه جمهور كبير جدا للشعر يعني أنا شايف إنه ليس تراجع ولكن هناك تعدد مستوى اتجاهات يعني إنه نحن 100 مليون مثلا 110 أو هكذا فيه عدد كبير جدا بيقرأ الشعر على فكرة وفيه عدد بيقرأ الرواية لكن التركيز على الرواية أصبح فيه جزء منه هو الجوائز يعني ده عمل زخم شوية في التركيز على الرواية لكن في العموم أنا يعني أرى إنه هناك تقارب فيه مستوى القراءة يعني إلى حد ما بين الأنواع الأدبية ربما تكون الرواية أكتر مثلا لكن لا هناك فيه قراءة للشعر بشكل أو بآخر يعني ما نقدرش نقول فيه فرق كبير أو فرق شاسع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إنه الشعر موجود بأشكال تبدو فيه أحيان كثيرة غير مباشرة يعني هو موجود في المسرح موجود في كتابات يعني ليست شعر مباشر لا أظن أن الحياة تستطيع أن تتخلى عن الشعر يعني في اللحظات التاريخية المعقدة أو المركبة اللي هي ممكن تبقى على لحظات محورية اللي هي أحيانا بتبقى غير مفهومة أو الكتاب لم يستوعبوا هذه اللحظة حتى تكتب في المسرح أو تكتب في الرواية أو هكذا بيعبر عنها الشعر ودي لحظات تاريخية عديدة جدا يعني يمكن بعد الحرب ما بين الحربين وما بعد الحرب العالمية الأولى والتانية حصل أنه في يعني اللي عبر عن هذه الأحداث الصادمة كان الشعر طيب ما يمكن لأنه لم تعد هناك أحداث صادمة وارد أو الحمد لله أنه ما فيش أزمات كبرى بس نتيجة أنه لا توجد أزمات كبرى وبالتالي محلولة أزمة الشعر لا يوجد ما يؤزمه وبالتالي ما عنديش حركة شديدة النشاط في المجتمع الشعري أزمة الإنسان ستظل يعني من يتجه إلى الشعر أو يتجه إلى الفلسفة هو يتجه إلى الأسئلة يعني يتجه إلى أشياء لكن أزمة الإنسان الإنسان موجودة دائما يعني ليست أزمة اقتصادية أو أزمة في يعني بسبب الحروب أو إلى آخره لا هناك أزمات يعني بتاخد أشكال أخرى أنا ما أقصده أنه القراءة بشكل عام فيها مشكلة يعني الاتجاه نحو الصورة نحو وسائط أخرى وخاصة في الدول العربية وهذه المنطقة هو سبب من أسباب التراجع يعني أنا لا أرى أنه فيه تراجع مثلا قوي جدا في الشعر لصالح الرواية بشكل شاسع يعني فيه نسبة طبعا لأنه الميل للحكي أو للسرد ماشي أوكي يعني ممكن يبقى شيء طبيعي في بعض الأحيان لكن الفرق مش كبير يعني ليس يعني بالدرجة الكبيرة أنا ظن لو أن هناك جوائز للشعر ربما تكون الأمور يعني مختلفة لأنه عدد الجوائز اللي في الرواية كبير كبير جدا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه أنت ليس لديك روايات راسخة في الفتح يعني تقرأ تستطيع أن تستمر أنت ما زلت حتى الآن تقرأ نجيب محفوظ وتقرأ يوسف إدريس وتقرأ محمد عبد الحاليم عبد الله وإحسان عبد القدوس ويوسف ما زالت هذه الأعمال راسخة حتى البست سيلر بيستمر لفترات مؤقتة في الفترات السنوات الأخيرة طيب هنطلع طيب حاضر هنطلع فاصل لك أنا عايز بعد الفاصل يمكن هنقش الطرحتك قلت أنه أنه تراجع القراءة أو تراجع المناحي الأدبية أمام الإقبال عن الصورة هو سبب من ضمن الأسباب هو أحد الأسباب طيب طيب أنا ده بيخليني قعد أفكر أنه ممكن أنه تكون الصورة وده كان حاصل قبل كده كتير هي الصورة تبقى مأخوذة عن رواية أو عن قصة قصيرة يعني طالما أخذنا أفلام عن يوسف إدريس في قصة قصيرة وأفلام أخرى خدناها عن تنفيق الحكيم المحفوظ سنة عبدالكونتوس وهاكذا يعني فكرة الأخذ عن الأدب ده هيدي لي بالمناسبة منتج سينمائي أو درامي أو بطبيعة الحال مصرحي أكثر قوة وثراءا واستمرارية ويشجع الحركة الأدبية أكثر إن لم تكن الجوائز قائمة لأجل هذا التشجيع خلونا نكمل الكلام بعد الفاصل مع شاعرنا الكبير وناقضنا الأدبي الكبير أيضا أستاذ جرجس شكري أمين عام النشر في عياد قصور الثقافة وما تقلقوش هكلمكو شويتين عن الكتب اللي موجودة هناك في الجداع طيب خلونا نستكمل لقاءنا بكل الترحيب مع شاعرنا وناقضنا الأدبي الكبير الأستاذ جرجس شكري أمين عام النشر بهيئة قصور الثقافة أو كنت بقول فكرة المأخذات عن الأدب أيضا لكن هي الصورة ليس فقط الصورة السينمائية أو الصورة على الشاشة الصورة بكل تجلياتها الحديثة أو اللعنة اللعنة بناشى أنا أظن لها تأثير كبير جدا والوعي باستخدام الصورة مثلا في أوروبا هناك وعي يعني الاستخدام محدد أو ليس بهذه الكسافة الموجودة في هذه البلاد أيضا فهناك إقبال كبير مثلا على القراءة يعني أنا بالفعل شفت أو يعني ندوات أمسيات شعرية في قرى صغيرة فيها مئات وأنه كيف يذهب هذا الإنسان البسيط ليدفع تمن سماع شاعر هو ما يعرفه يعني أول مرة يعني يلتقي به وهكذا في متغيرات عديدة حصلت في المجتمع المصري من السبعينات وحتى وقتنا هذا يعني جعلت أنه فيه تراجع إلى حد ما في القراءة يعني ليس اليوم أو غدا أو من سنوات لا هو من يعني ربما نقول يعني من التحولات الاجتماعية والاقتصادية اللي حصلت في المجتمع المصري كان لها تأثير كبير جدا على الثقافة أيضا يعني طبعا لها تأثيرات أخرى لكن على الثقافة أيضا يعني أنا أرى أنه الشعر ضرورة طول الوقت لكن حتى لو بدى خافتا فيه لحظات أو فيه فترات إلا أنه وجوده زي ما قلت فيه تجليات أخرى وبعدين لا تنسى أنه لم يعد هناك أنه فيه شعر زي ما كان فيه أحمد شوقي أو زي ما كان فيه أحمد المجتمع لن يستقبل هذا النجم أو هذا الشعر الأوحد كما كان يحدث من قبل المجتمع نفسه تغير لكن هذا لا يمنع يعني صيغة وجود الشعر نفسها نمكن نوع أو قصيدة النثر اللي هي القصيدة التي تخلو من الوزن ربما كان لها تأثير على تراجع الجماهيرية وليس تراجع الشعر يعني نحن ما زلت أذكر في تسعينات القرن الماضي كنا نذهب إلى معرض الكتاب ونستمع بالمئات إلى نزال قباني مثلا هذا الرجل إلى نزال قباني وإلى محمود درويش وإلى آخرين وإلى أحمد عبد الموطح جازي وإلى عبد الرحمن الأبنودي كانت مئات بالفعل يعني كان فيه زخم كبير جدا وفيه إقبال شديد جدا من شرائح مختلفة على هؤلاء الشعراء يعني ليس من زمن بعيد لكن هو المجتمع تغير وفيه تحولات عديدة جدا تحتاج إلى دراسات طبعا من الطرفين يعني تغير الجمهور وتغير في أساليب الكتابة مهم ده كلاهما تغير في الجمهور وتغير في أساليب الكتابة تغير الجمهور أظن كلنا نقدر نلمسه لأنه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ملموسة من تقريبا منتصف السبع لا يعني متين وسبعين تقريبا والحد وقت قريب جدا أنه حصل متغيرات اجتماعية كانت شادت الصعوبة وقدت إلى نتائج شادت السلبية مش مختلفين أظن على ده تغير أساليب الكتابة هو جزء من تغير المجتمع بس موحدة المجتمع الأوروبي لم يعد يستطيع استقبال حجم مثلا زي تي اس إليوت لكن لا عنده بيستقبله مش هيستقبل تي اس إليوت بس هناك أجيال بعد تي اس إليوت استمرت زي أودون يعني لا فيه كتير لكن مش بنفس حجم تي اس إليوت وهما تمردوا عليه يعني طبع هما شايفين أن هذا الرجل شايف أن العالم الويستلاند الأرض الخراب لا هو الأمور اتغيرت لكن ظل يستقبل الشعر بشكل حتى وقتنا هذا بيستقبله بشكل مختلف بشكل فيه قبول شديد جدا يمكن حضرتك بتقول أنه فيه تغير حصل وحنا اتفقنا أنه فيه تغير حصل من السبعينات يعني خليني أدخل في الكتب وقولك مثلا أنه في الهيئة العامة لأصول الثقافة من أربع سنوات يعني شفنا أنه ممكن ماذا نقدم لهذا القارئ فقدمنا سلسلة اسمها الهوية حلو بدأنا بكتاب فجر الضمير جيمس هينر بريستيد مرورا بمجموعة من الكتب التي تحدثت عن الهوية المصرية هذه القضية التي أثرت في النصف الأول من القرن العشرين وكان نتاجها كتاب تكوين مصر لمحمد شفيق غربال وكتاب في أصول المسألة المصرية لصبح وحيدة ومجموعة من الكتب الأخرى اللي هي كانت ناتج النقاش حول من نحن ويمكن ده أتكلم فيه حتى توفيق الحكيم وكانت ثورة 19 لها دور كبير جدا فيه لطرح هذا السؤال نسوفنا أنه فيه أمام هذا التراجع في القراءة أو في الإحساس بالهوية المصرية على المستوى الثقافي فقلنا نقدم هذه المجموعة من الكتب والحقيقة كانت مغامرة يعني الكتب شايف أنها مغامرة يعني ممكن تبقى غير محمودة العواقب وقدمنا 11 كتاب أظن يمكن 2019 أو 2020 يعني نحن بنقدم المرادة للسنة الرابعة نفدت هذه الكتب عن آخرها في أثناء معرض الكتب وكانت هي الأهم في البيع في المعرض نبدأ لك إشارة لإيه؟ إشارة أنه هناك جمهور يحتاج أو هذا الجيل يحتاج إلى يعني هو عنده قابلية للقراءة بشكل جيد جدا وأنه ليس صحيحا أنه يعني مصطلح السخيف الجمهور عاوز كده ده غير صحيح بالمرة غير صحيح بالمرة وأنه نصل في هذه الدورة يعني في معرض الكتاب نوصلين إلى خمسين كتاب من الهوية من هذه السلسلة خمسين كتاب وأغلب العنوين نفدت من قبل طب خليني أسأل للأسف هو سؤالي الأخير يعني هل من ضمن الإشارات أنه أصبح لديكم شيء من أشكال وضوح الرؤية حول أنه فيه تعطش حقيقي لدى الأجيال الموجودة لمسألة تبيان الهوية وبالورطها ومش هقول وضعها في إطار لأنه إحنا مش عاوزين نقطرها لكن لها تبقى أكثر وضوحا آه فيه طبعا أنه الإقبال على هذه الكتب النوعية اللي أنا بشكل شخصي كنت خايف يعني أني أنا بقدمها وتحمل مسؤوليتها لا فيه تعطش طبعا وفيه رغبة فيه المعرفة إحنا السنة دي احتفلنا في الهيئة العامة في الهيئة العامة لأصول الثقافة احتفلنا بمرور خمسين عام على وفاة أو رحيل طه حسين طبعا وقدمنا عشرين عنوان هما نجم المعرض هما العشرين عنوان لطه حسين إنه هذا الجيل وعلى فكرة حين تشاهد الصور إنه السواد الأعظم من الجمهور الذي ذهب ليقتني هذه الكتب هو من الشباب صحيح شباب بالمعنى الحرفي الكامل نحن نتكلم على طلبك سنوي وجامعة إنه هما بيتزحموا على شراء كتب طه حسين هذا الرجل الذي قاد ثورة كبرى لإعمال العقل وإلى السؤال وإلى يعني لا هي إشارة جيدة جدا يعني إنه حين وجدت هذه أصول الثقافة بتقدم الكتب بأسعار يعني بنصف التكلفة بنصف تكلفة نعم بنصف تكلفة الكتاب داخل المدرعة وده طبعا شيء مهم جدا يعني إنه إنه هذا الجيل أو الجمهور حين يجد كتاب جيد بسعر هو فيه متناول الإيد يعني يقدر عليه لا فيه إقبال شديد جدا وفيه إشارات جيدة إنه لكن شرط أن زي ما قلت كده خلينا نشوف إيه هي الإشارة عشان نعمل عليها إنه هو نقدم له إيه إنه بالفعل يحتاج إلى ثقافة حقيقية وثقافة يعني تبتعد عن ثقافة التي كوي التي كانت سائدة أو الموجودة بشكل بشكل كبير يعني أستاذ جرجس بوس إحنا بالمناسبة ده مش الكلام اللي بيتقال عادة لكن ده كلام حقيقي لأن إحنا كنا مبارحة عادين عاملين بنفكر في ده بصوطة عالي أنه زمالي وضيوفي الكرام في الحلقة مبارح إحنا بنفكر إن إحنا يبقى فيه عندنا دايما لقاء ما ولو على الأقل شهريا ويبقى فيه زي صالون أدب كده نعمله جوه البرنامج صالون ونقد ونجيب كتب ونقعد نفسصها ونحللها مع كاتبها أو مبدعها أو منتجها الفكري يعني ونظن إنه ده من شأنه إنه يعمل شكل من أشكال الحراك أكتر فيه الثقافة بشكل عام أدب كان أو شاعر بألوانها المختلف استنى بقى عمر بقى عمر رهيب عمر زكريا الموار يا عم إحنا بنأفوارش إحنا زي الفل فإحنا هتلاقينا بنلتقي كتير جدا أنا متأكد من ذلك يكتب لنا جميعا العمر خلال الفترة اللي جاي على الأقل في عشرين ثلاثة وعشرين ربنا نميد في أعمارنا جميعا أشكرك جدا على قبول الدعوة والمناسبة إحنا جبنا سيرتك مبارح بس بعد مخلصنا الحلقة وعلشان كده إحنا كنا مصورين إن إحنا نشوفك النهاردة ده مجد يعني أشكرك جدا 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 كل الشكر اللي شاعرنا وأنا قد الأنب الكبير أستاذ جرجس شكري أمين عام النشر بعيئة قصور الثقافة خد بالك عندما تشاهد هذه الحلقة أو عندما لا تشاهد هذه الحلقة على الإطلاق عندما تسمع عنها أو عندما يذكر اسم مصر عموما فيه المحفل المصري المحفل العربي المحفل الدولي إلى أخير أعد فكر أيا كانت جنسيتك وثقافتك ولغتك وجنسك ولونك وعرق سمي اللي أنت عايز تسميه هو ليه 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 مصر بالتحديد مصر بالتحديد هي اللي فيها حضارة وبالمناسبة هي مش حضارة المصريين القدماء وخلاص خالص خالص طب ليه مصر هي اللي فيها العقاد أو طاق حسين أو النجيب محفوظ أو زكي نجيب محمود أو بنت الشاطئ يعني أنا ممكن أعد أعدلك مش في العصر الواحد في العقد الواحد ميت قمأ كبيرة ضخمة أعملاء ليه مصر ليه ما تجيبش سيلة مصر عمال على بطال كده ما هو حاجة من اثنين يا هي وجعك قوي يا أنت البعيد مش فاهم حاجة عموما خلصة الحلقة الحد كده كريمة هم أهو بيقول لي بسرعة كريمة ما نورنا يا كيمو كريم داخل حلنا يا جماعة أنا آسف الله إن أنا خدت الوقت ده من كريم ولو كلنا عمر بإذن الله نقابلكم يوم السبت وبرنامجكم التاسعة سلامت اشتركوا في القناة